حياكم الله ومشاهدين الكرام في بنامج عادات أصيلة هذا البنامج الذي دائما نسعى أن نصلط الضوء على عادات وتقاليد أهل الكويت قديما دائما شهر رمضان يختلف تجهيزة واستعدادة عن باقي الأشهر من ضمنها ترميم المساجد وتهيئتها زيارة الأقارب والدواوين وأيضا الجيران سات التراويح والكثير والكثير سنتعرف عن هذه العادات والتقاليد مع ضيفنا خلكم إيانا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أرحب فيكم في هذا البرنامج الحديث عن الكويت أيام زمان وأعمالها الخيرية وشهر رمضان المبارك في الشهر الفضيل الكويت منذ زمن بعيد منذ أن تأسست قبل أربعمائة عام وهي مفعمة بالعطاء مفعمة بالجود والإحسان وخاصة في شهر رمضان المبارك وهو شهر الجود والإحسان يقال عن الرسول عليه الصلاة والصحابة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان كالريح المرسلة من العطاء ولذلك أهل الكويت على مدار السنة تجد عندهم أعمال خيرية عندهم أطعام الطعام والأشيات عندهم مساعدة المحتاجين عندهم كفالة الأيتام عندهم رعاية المساجد عندهم رعاية التعليم والكتاتيب عندهم كفالة المتضررين وإغاثة المحتاجين أعمال خيرية متنوعة أهل الكويت كانوا معروفين فيها منذ زمن بعيد واليوم بفضل الله عز وجل أجيال الكويت استمرت على ما كان عليه آبائهم وأجدادهم من عمل الخير ولذلك الكويت العمل الخيري فيها ليس حديث وإنما هي جينات في أبناء الكويت توارثوها جيل بعد جيل شهر رمضان المبارك كان له طبيعة خاصة عند أهل الكويت قديما ولا يزال الناس في شهر رمضان المبارك تتفنن في عمل الخير وتبدع في عمل الخير وتبتكر في المشاريع والأعمال الخيرية وتتنافس في بذل العطاء والجود والإحسان وكانوا أهل الكويت منذ زمن بعيد يستعدون لشهر رمضان قبل دخول شهر رمضان كانوا في شهر رجب يستعدون لشهر رمضان المبارك ثم يأتي شهر شعبان يستعدون في تجهيز المساجد في تجهيز الجدور وصنفرتها وتلبيعها لإفطار الصائمين وكانوا يستعدون في شراء التمور يستعدون في تجهيز الخرفان واللحوم لإفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك والبعارين والغنم وكانوا يستعدون في تجهيز المواعين والشدور ويستعدون في كثير من الأمور حتى أنهم يكونون متهيئين في شهر رمضان المبارك من الأعمال الخيرية اللي كانوا يقدمونها أهل الكويت ومعروفين فيها في شهر رمضان المبارك هو أخراجهم للزكاة والزكاة هي الركن الثاني من أركان الركن الثالث من أركان الإسلام والزكاة هي فريضة أوجبها الله عز وجل على المسلمين تأخذ من الأغنياء لترد إلى الفقراء اللي يحول على أمواله الحول العام ويكون عنده المال بما يقارب من ثمانين قرام من الذهب خمسة وثمانين قرام من الذهب عليه أن يخرج زكاة أمواله ومقدار اثنين ونصف من المال اللي عنده يخرج زكاة ماله فريضة أو جبها الله عز وجل من الأغنياء لترد إلى الفقراء والمجتمع الكويتي عرف منذ قديم الزمان بأعمال الخيرية وعرف بحرص أهل الكويت على أخراج الزكاة قد يكون هذه الفريضة وهذا الركن الإسلامي قد أميت أو ضعف في بعض الدول الإسلامية إلا أن الكويت عرفت بحبهم على أخراج زكاة أموالهم وكانوا قبل دخول شهر رمضان المبارك في شهر شعبان يخرجون زكاة أموالهم لكي تصل الأموال إلى الأسر المحتاجة والمتعففة والفقيرة فتتهيأ لشهر رمضان المبارك وتستعد لشهر رمضان نفسياً وروحياً وأيضاً بالمواد الغذائية اللي يكونون مجهزينها في شهر شعبان وما يدخل شهر رمضان إلا وتجد العوائل الفقيرة والأسر المحتاجة أو التي فقدت معيلها تجد هذه الأسر اكتفت بالمواد الغذائية من العيش ومن اللحم ومن التمور ومن كل ما يحتاجونه يعيشون في شهر رمضان منعمين بإفطار شهي وغني طوال شهر رمضان المبارك كانوا أهل الكويت يحرصون كل الحرص على أخراج زكاة أموالهم في شهر رمضان المبارك وأيضاً اليوم نجد أهل الكويت وحرصهم الشديد في أخراج زكاة الأموال سواء من خلال بيت الزكاة أو من خلال اللجان والجمعيات الخيرية أو من خلال أخراجهم أهمة للأسر التي هم يعرفونها ويدرسون حالتها سواء من جيرانهم أو أقاربهم أو من من يعرفونهم مستحقين للزكاة يقدمون لهم الزكاة الزكاة هي الفريضة الإسلامية العظيمة وأهل الكويت عرفوه بإخراجهم للزكاة واليوم شبابنا يحرصون كل الحرص حتى من خلال رواتبهم أنهم يطلعون زكاة أموالهم اللي عندهم أسهم يطلعون زكاة الأسهم اللي عندهم عقارات وعمارات يطلعون زكاة عماراتهم وأقاراتهم اللي عندهم أموال في البنوك يطلعون أيضاً زكاة أموالهم ولذلك نجد أهل الكويت يحرصون كل الحرص على أخراج زكاتهم حتى الثروة الزراعية يطلعون زكاة تمورهم ومزارعهم الثروة الحيوانية يطلعون زكاة ببلهم وغنمهم وأبقارهم عرفت الكويت عبر التاريخ بإخراج زكاة المال وهي الفريضة الإسلامية العظيمة وهي مما يحبه الله عز وجل وهي من أعظم الأعمال الخيرية التي عرفت فيها الكويت واليوم لكويت شبابنا وبناتنا يسألون عن أقل الأمور في إخراج زكاة أموالهم أي سؤال شرعي عن الزكاة تجدهم يتصلون ويسألون عن الزكاة وتفصيلاته حتى يخرجونها طاعة لله عز وجل والله عز وجل تأهد ببركة الزكاة وزيادة الزكاة ونماء الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة هذه هي الزكاة عبر تاريخ دولة الكويت فهل الكويت عرفوا إخراج الزكاة من زمن بعيد كان الكويتيين اللي عندهم مزارع في فيلتشة ومزارع في الجهرة أو التمور أو مزارعهم في العراق أو في الإحساء أو قطر والبحرين كانوا يخرجون زكاة الثروة الزراعية وهال الكويت اللي عندهم الإبل والأغنام في صحراء الكويت كانوا يحرصون على أخراج زكاة ثروتهم الحيوانية واللي عندهم أموال كانوا يحرصون على أخراج زكاة أموالهم وقصة أخراج الزكاة أيام زمان في الكويت قصة جميلة يحدد رجل الأعمال اللي بيخرج زكاة اليوم المحدد وتأتي الناس إلى دكانه يصفون الرجال في صف ويصفون النساء في صف أو يخصصون يوم للرجال ويوم للنساء ويأتون ويكون صاحب الحلال في دكانه مع أولاده ومع عماله وخدمه أو أخوانه جمعين المال ويوزعون على المحتاجين بكل طريقة يسيرة يحفظون فيها كرامة الناس وتأخذ الناس حاجتها وتذهب وأيضا كانوا بعض المحسنين في الكويت قديما يخرجون زكاة المال في دوانيتهم فمعروف مثلا ثنيان الغانم أو عبد الرحمن البحر أو غيره والآن ما في يعني عندي وقت لكي أستعرض كثير من المحسنين اللي كانوا يخرجون زكاة أموالهم كان حمد الرجيب الله يرحمه يقول عن جده سالم بقماز يقول كنا أطفال صغار وكان جدي يخصص يوم فيأتي الرجال إلى الديوانية ويأخذون الزكاة وينصرفون ويخصص يوم آخر للنساء فتأتي النساء وتأخذ حاجتها من الزكاة وتنصرف فيحفظ المجتمع والزكاة تأخذ من الأغنياء وتوضع وتعطى للفقراء لكي ينعم المجتمع بالاستقرار والأمن والأمان ولذلك الله عز وجل أوجب الزكاة على الأغنياء حتى يؤدون شكرهم لنعمة المال التي أعطاهم الله فالمال هو مال الله والله عز وجل يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم والله عز وجل طلب من الإنسان أن يعطيه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي لا إله إلا هو ما نقص مال من صدقة بعض الناس يظن أنه إذا أخرج زكاة أمواله رح تنقص ولكن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم الزكاة في اللغة العربية معناتها النماء ومعناتها البركة ومعناتها الزيادة فمستحيل أن تكون الزكاة منقصة للمال بل الزكاة هي تبارك المال وهي تنمي المال لأن الله عز وجل هو الأكرم وهو الأجود فإذا أعطى الإنسان من ماله من زكاة أو من صدقاته الله عز وجل يبارك له ويضاعف له أضعاف كثيرة هذه هي قصة الزكاة أيام زمان في الكويت ولا يزال أهل الكويت يحرصون كل الحرص على أخراج زكاة أموالهم وشركاتهم وبنوكهم ومصارفهم وشركاتهم في البورصة ودكاكينهم ومحلاتهم وأسهمهم وعقاراتهم وكل ما يملكون من أنواع المال أهل الكويت يحرصون كل الحرص على أخراج زكاة المال وأكد أن يكون في شهر رمضان المبارك لأن كثير من أهل الكويت قديما كانوا يخرجون زكاة المال في شهر رمضان حتى يعطون الفقراء وحتى ينعم الفقراء بإفطار شهي وبسداد حاجتهم ويفرحون في يوم العيد فليس هناك فرق بين فرح الغني وفرح الفقير الكل يفرح في أيام رمضان والكل يفرح في أيام العيد هذه هي الكويت التي عرفت منذ قديم الزمان بلداً عالمياً للعمل الإنساني بناء السور في أواخر شهر رمضان لعام 1338 هجري ولحماية الكويت من الغارات ولحفظها من الأطماع أمر حاكم الكويت أنذاك الشيخ سالم لمبارك رحمه الله ببناء سور منيع يحمي الكويتيين حيث تم البدء ببناء سور الكويت الثالث في شهر رمضان من سنة 1338 هجري الموافق لعام 1920 ميلادي لحماية الكويت حيث استغرق بناءه شهر واشترك في بنائه جميع السكان حيث كان الناس يعملون بعد الإفطار وينتهون عند السحور وللسور الثالث خمس دروازات وهي المكصب والجهراء والشامية والبرعصي وبني دلقار إذن المشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم إن شاءكم استمتعتم معنا وتقبل الله طاعتكم نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة إلى حين ذلك الوقت دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر